اكتر ساونتراك علاقت معاك في رمضان جعفر العمر اقولك ايه طيب انا بقيت بحلم بمسلسلات على خلفية الموسيقية لجعفر العمر اصلا بقيت بحلم بحاجات ملاش دعوة بالمسلسلات على الخلفية الموسيقية لجعفر العمر السلام عليكم ورحمة الله بس ما تبقى هلو 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 حشتوني ولا ما ادركتش ان انت وحشتوني غير لما فاتحت الستريم بالفعل فطرت ايه يا دول بيتزا نهاردة طلبنا من برا كلت بيتزا بقى لي كتير ايه ما كلتش بيتزا كانت وحشاني شوية افضل مسلسل تحت الوصاية اه انا ميال ده بس ننكرش برضو ان المسلسل مؤخرا يشهد بعض الطراجة الكبير اتحسن بعد حلقات الكورة انا شفت حلقات الكورة لا ما كانوش حلوين معارش ممكن يكونوا احسن من اللي قابلوهم على مستوى السخافة بس انا معارش حلقة النهاردة ايه اللي حصل شفت حلقة تحت الوصاية وشفت حلقة جعفر وللامانة للامانة للامانة انا مش هتفرج على حاجة تاني خلاص الكبير نزله تريلر جديدة الاخر سبع حلقات والله انتوا تفرجوا على تريلرز بتاعت الكبير انا بطلت اتفرج على الكبير كله تحت الوصاية حصوا بقى بينايم كده ويروح راجع زي ما كان بالزرط فدي المشكلة ان هو اللي بيعمله دوت بيبقى فيه بعض الانتعاش اه في الاجواء زي الحلقة اللي كانت جاية فيها عشان تطلع اختها والمطاردة اللي حصلت كان فيها شوية اثارة مش عايز اقول انها اخراجا ما كانتش اجمت حاجة في الدنيا بس كانت كويسة يعني وحاجات زي كده بعدين استقررين على ايه نفس الوضع بالزرط النهاردة الحلقة والجنبري والسراع بتاع التلج والموضوع وبعدين استقررين على ايه نفس الحلقة بالزرط فهنا كنت عاوز لما نشهد تقلبات زي دي دوامة زي دي نرجع بعد كده نبص على الكروت نلاقيها تفنطت شوية لاقي حتى مواقف الشخصيات من بعد اتغيرت شوية لكن هو اللي حصل لو تركز معي حرتك يعني احنا تقريبا من الحلقة الاولى لحد النهاردة على نفس الوضع بالزرط ليه ما خلتش الرئيس حرب يروح معهم دميات ويبقى رئيس مركبها مش منطق انها تطلب من واحد ان هو يغير عشته كلها عشان خطيرها الهرش السبعة لتحت الوصاية لا انا اي اي ريليت للدرامو بتاعت الوصاية اكتر وعجبني الانجازات التقنية اللي فيها اكتر وعجبني تصميم الشخصيات اللي فيها اكتر فانا متحيز لتحت الوصاية بس مش لان انكر ان مؤخرا الحلقات يعني مسلسل رمضاني رائع بس هو في اول حلقتين تلاتة ما كانش مسلسل رمضاني من اصبر كان مسلسل نازل علينا من كوكب اخر مونة زاكي هنا ولا لعبة نيوتن مش عايز اختار تفضيل انا بحب المسلسل ده اكتر من لعبة نيوتن اللي هو تحت الوصاية على اقل الحد دلوقتي بس مونة زاكي تهيقلي بتقدم احسن فورما لها في الكنين ماشي يعني لو في فروق هتبقى فروق بسيطة جدا مش مستهلة تحت الوصاية لازم حدث جديد الحلقة اللي جاي المسلسل فيه احداث جديدة بس المشكلة ان الاحداث الجديدة بتبتدي وبتخلص وبتقلب وبعدين بنلاقي نفسنا زي ما كنا بالزبط ما تحركناش ولا خطوة لقدام يمكن بس علاقة الشخصية اللي هو الرجل المدرس احمد خالد صالح ده بيهم وتعطفوا معهم والكلام ده دي العلاقة اللي تحركت لقدام شوائتي خالد كمال لسه لغاية دلوقتي عمال يرش في الأسانس بتاعه دوت ومتصور ان هو حيقدر يروضها عن نفسها والتاني لسه عمال يبجح فيها والرجل عم ربيع الرجل عم ربيع تحرك برضو شوية بقى مقبل على الحياة وبتاعه والرجل الشرير اللي واقف على الرصيف عمال يرزي فيهم في كل حاجة ودياب هناك عاوز يعمل اي حاجة من اللي هو بيعمالها في سناء وسناء عملت هزق في جزء اوه نفس الكلام بيحصل احداث بس نرجع لليوم زي ما هم بيش اي حاجة تغير انا كانسلت تغيير جو انا كانسلت تغيير جو رسمي طبعا والسندوق بشوفه اخر حاجة في اليوم لما بلاقي نفسي عاله قدام التلفزيونه مش لاقي حاجة تفرج عليها تغيير جو غير دمنا وممل وتقيل وفعل ما فيش اي رابة في معرفة النهاية حتى بضت منهم اه اه ده نفس ده اول من اخباركم لو تسمحوا لي رأيك في جات سليم بكرة بريح يرجع لنا وحنشغل خلايا مخنة تانية دود اه انا شفت بعض الاشارات وبعض العلامات اللي بتارت تقلقني على الناس يعني انا كنت متصور ان احنا حنطلع حننزل غطس في جعفر العمدة ونسيب هدومنا برا لكن من الواضح ان في ناس نزلت بهدومها وده بيجيب نزلت برد وبتأثر يعني ممكن يحصل حرارة والناس تسخن وبعد كده تقتري تقول كلام غريب وده اللي بتقتريتها لحظه على المجتمع مؤخرا بيقولكم ايه نعقل يعني ما ننساش احنا جيين هنا ليه لما بقى خلص بيتر كول سول رأيك في الصندوق لا ما بقتش مشدود للمتابعة ما بقتش سخنان على الفرجة موضوع ان احنا كل شوية لغز شكل ده وما فيش ولا لغز فيهم برضو تحرك خطوة يعني احنا مجرد ان احنا عرفنا ابعاد كل حدوتة كل صب حدوتة من الموضوع وبعدين نسيبناها زي ما هي وانتقلنا للحدوتة اللي بعدها فيش حتى اشارة من حدوتة للحدوتة اللي قبلها فما انا مش عارف احنا بنعمل ايه يعني زي ما يكون هو عجبهم الفورمات عجبهم الصب حواديث اللي هما بيعملوها انا كنت يعني متفاعل جدا مع الحدوتة الاولانية بتاع ترهام عبدالغفور على الحدوتة التانية لا 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 استنى بقى لما نفهم فوصولا للحدوتة التالتة لا انا مش مهتمة خالص خلاص بقى انت عمل اللي انت عاوز هشوف جون ويكفور طبعا هشوف جون ويكفور ان شاء الله بكرة لو صحيت في معاد ما اقول حروح هيبقى في ريفيو عن جون ويكفور اعتقد اكيد اه ان شاء الله مسلسل غدا عبدالرزق حالو الف الف مبروك ربنا يهنيكم بي ان شاء الله ايه رايك في مسلسل حرب هو ابتدأ جميل رائع مصر كلها بتتابعه ما تفرجتش على احمد الساقة بتتفرجت طبعا رائع جميل احمد الساقة بيغير من جلده بيقدم حدوتة شبه يعني مختلفة مختلفة عن الحاجات الفاتف تماما ايه احسن مكان كالت منه فول في رمضان ده البيت البيت الصحور برا كله يقرف كله والفطار ده شيء مفروع منه يعني احنا زمان كنا بنقول هو ايه الصعب في انك تعمل طبق فول كويس السنة دي بنتحدى النظرية دي يعني احنا بقالنا فترة فقدين الامل في الفطار برا في رمضان الصحور السنة دي وصل لنفس المستوى احكالنا عن بوم بوم انا انتوا قبل كده كنتوا سألتوني الناس اللي بيحبوا التنس من لعب التنس المفضل عندي وقلت لكم بوريس بيكر فلاقيت وثائقي جديد عنه على ابل تيفي وانا بصراحة ان بوريس بيكر بالنسبالي كان حاجة مهمة قوي زمان في التمانينات والتسعينات وبعد ما اعتزل ما بقتش مهتم بيه خالص ولا مهتم باخباره بقلت الله جميل بقى اتفرج عن نستالجيا واعرف اخبار الراجل دلوقت يوصل ليه وبتاع غم في غم غم في فقر في قرف بس عجبني الجزء اللي كانوا بيحكوا فيه على الليجيسي بتاعته على البطولات وعلى المطشاط المهمة وإحساس جميل بقى لما تكون من الناس اللي شافوا عدد من المطشاط دي وطبعا الحاجات بقت يعني مغشلقة في الزاكرة بتاعت البني آدم مش فاكرها قوي فاهم فلما تشوفها قدامك يا انا فاكر النقطة دي انا فاكر الضايف ده انا فاكر الفولي ده بساطة ايه انا بتفرج هي الناس كلها سنانها بتوجعها في رمضان ولا انا بس انا سناني بتوجعني على طول مش في رمضان بس انا سناني تقدر تعتبرها الرادار بتاع بتاع اذا كان سوى اللحمة او الفراخ مظبوط ولا لا لو سناني واجعتني يبقى السوى غلط الموضوع بسيط اتأثرت في مشهد سيد وجفر اتأثرت بتاعتين ثانتي انا قلتلك تشوف فيلم تيترس كتير على ابل تي في شوفه شفته في حدود كونوا فيلم تلفزيونية مفيش ستريم كده عن تقرير الاكل في رمضان مش هيبقى حلو هيبقى وحش انا غضبان من الاكل جدا في رمضان تقريبا مكلتش اكل حلو في رمضان كله غير عايز اقول 3-4 مرات فريش فود ماركت رينجا ولا فيه جديد ولا غالبا شكلي مش حاكل رينجا ولا في سيخ برضه بس هو عموما 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 انا اكتشفت فسخاني على بعضه بقى مش شغل الجورمي بتاع فريش فود ماركت ده وبفكر لو حاكل في سيخة ورينجا حاجربوا يعني عمرك شلت مادة يعني عايز اجاوب اجابة فيها سيكة انا وقلت لا صراحة عمرها ما حصلت بس احسن ناس بتشيل المشكلة انا شلت مادتين في سنة تالتة وكنين زيهم في سنة رابعة سنة التخرج وخرجت زي الفل الحمد لله شفت برينسة هو ولا اي حاجة في ايه اخبار عن ادوار 16 يا دود في يوم تصوير تم حاجزه في ضيف على فيلم جامد تم الاتفاق معه عمل بيجري حاليا للاتفاق على الضيف بتاع حلقة مطش جامد وفي اتفاق بيتم على الحلقة اللي بعد اللي اتنين دول والضيوف بتاع فيلم جامد شبه مطفق عليهم بالاضافة لان الحلقة بتاع تموتش جامد يعني احنا متفكر في فكرتين واحدة تتصور في الحلقة اللي هي اللي جاية داية والتانية تتصور في اللي بعدها وعندنا فكرة واضحة للضيوف اللي احنا حابين يكونوا موجودين بس لسه ما اتفقناش معهم الضيف اللي معنا في فيلم جامد الحلقة اللي جاية جديد اول مرة يزهر طيب وانت يا دود محدش متفق معاك وحيستضيفك عشان نتابع محدش مستعد درجة الجدل ودرجة الاحراج اللي انا بسببها لأي حد بيستضيفني في اي موضوع عشان انا باجي بالمواضيع الشائكة بتاعتي وبخرم الاستوديوهات اللي انا بطلع فيها خلاص محدش بقى يستجري يستضيف المال قال لي يستضيفني انا في الحلقات ايه رأيك في جاتسالي انا بتفرجش عليه للأسف شفت منه تلات حلقات في البداية وحسيت انه وطفولي ايه عود باش الف شكرة يا دود موضوع السيف صار رخيص جدا ومزعج في جعفر العمدة هو ما هو رخيص من البداية مزعج اه شوية لقنا احنا عملين عيد ونزيد في المشاهد احنا تقريبا في اللفة التالتة دلوقتي من نفس المشاهد مشه التحديات كارم وجعفر وجعفر وزفت اللي خرج من السجن ده اسمه ايه شوقياس وحمادة بوهم والتلات ستات مع بعض كل واحدة فيهم تعمل لها زي اللحظة بتاعة المسرح كده لما يضلموا المسرح كله وينزل عليها سبوت لايت وهي قاعدة وتقعد تتقهر من قلبها وعيدة وهلا صدق وعيدة ونيلة يعني انا اول لفة تمام هي من اول لفة وهي زي الخارق اصلا بس ما علينا عدينا اول لفة تاني لفة معلش مسلسل تلاتين حلقة او بتاع تالت لفة كتير قوي وصيف وجعفر اعتقد هما لوحدهم وصلوا للفة العشرة تقريبا اخر اخبار تقلبات الجو ونزام رمضان معاك لسه ماشي عليه ماشي بس زيئت زيئت اقوي بقى والنوم باز جدا بقيت بقلق بدري بقلق على الساعة ستة سبعة الصبح رغم اني بخش انام اصلا في حدود الساعة 4-5 ممكن انام ساعة ونص ساعتين وقلق وقوم تعبان يعني يا ام مش مبسوط وما بحاولش عنت في السرير بقى بقوا مععب برة اتفرج على التلفزيون وبتاعة واستنى انهم ييجي تاني لغاية لما ييجي النوم بجد واخش انام دول اللي بنامهم حلوين بقى ممكن اخش انام تاني في حدود الساعة 10-11 واحدة حاجة زي كده وافضل نايم لغاية الفطار او لغاية قابل الفطار بشوية وبتاعة وقوم تعبان جدا برد بس يعني بنام حبة حلوين وبقوم نفس المعاناة اللي هو بقى المرة دي لازم اقوم مفيش ظهر علشان خلاص فضل الربع ساعة والمص ساعة الفطار بتبقى قرف بصراحة فانا تعبت انا مش عايز اكمل بس حاسس على الجنب الاخر عند رمضان بيجري بسرعة انا كل شوية اجي بص على البتاع النتيجة ده تلاقينا بالنط يومين مرة واحدة مش يوم واحدة في تترات حلوة رمضان اه في تترات الكوتاسيوم وفي اه تترات احب ارجع اتفرج عليها لا مفيش الصفارة بس اللي كل كم حلقة كده كنت احب ارجع له في تترات تانية مطيرة للإعجاب على المستوى الفني ولكن فكرة انها تعلم معايا احب ارجع لها واتفرج عليها في كل حلقات ولا واحدة تتوقع دلال حتموت من شوئي ولا من جعفر لا اتميك سنس ان شوئي هو اللي قتلها تحس كده ان فيه شويتين في المدار تتر حرب حلو مزدته حلو ده طبعا 100% ده بديهي اكتر ساون تراك علقت معاك في رمضان جعفر العم هقولك ايه طيب انا بقيت بحلم بمسلسلات على خلفية الموسيقية لجعفر العم اصلا بقيت بحلم بحاجات مالايش دعوة بالمسلسلات على الخلفية الموسيقية الجعفر العم انا حليمت بك من قديم أبتفرج عليك على الخلفية الموسيقية الجعفر العم ده بردنا الافضل مسلسل اقو فيلم عو رونالدو ولا ميسي برراييك حالته حاليا حالته النفسية والمزاجية بعيدا عن اي مؤثرات خارجية يعني مش شرط يكون حصلت له احداث مهمة في حياته يعني مثلا ما يكونش ابنه تخطف في تاني نص من رمضان اكتشف ان ابو امراته اللي هو متجوز عشان يسابق عنها 40 مليون كان ميت اصلا وحاجات زي كده في العادي كلنا في العادي مين حالته المزاجية والنفسية في النص التاني من رمضان افضل من النص الاول في رمضان ايوة انا بعض الفطار بقيت ازهق جدا انا بس عشان اول نص كان كله امتحانات لا يبقى انت عندك احداث لا الاول احسن مع ان الاول كان امتحانات شفت ده وحنا عاديين دلوقت يتهيألي في النص الاول كان عندنا اللي هو احنا منتظرين عامل الاستكشاف استكشاف الاكل استكشاف تجربة الصيام حتكون مرهقة ولا لا استكشاف المحتوى الترفيهي من مسلسلات واعلانات وامور زي دي استكشاف زيارات استكشاف مطاعم حاجات زي كده بس احنا في النص التاني عوامل الاستكشاف كلها انتهت رغم ان على المستوى الترفيهي فكرة ان احنا نزلين بدفعة تانية من المسلسلات كان المفروض يساعد بس الحقيقة احنا توقعنا كتير من مسلسلات الدفعة التانية واغلبها احبطنا بالاضافة لان اعلانات حديد عز بدأت في النص التاني من رمضان وهي حاجة تخلي الواحد نفسه ينزل لمصنع من مصانع حديد عز ويشتري سيخ ويحطه في ودي طلعها من ودانه التانية ويرتح خالص من الارض ده اعلانات اللي ما كانتش موجودة في النص الاول من رمضان وظهرت في النص التاني بس مؤرفة قصة حياة مهندس حديد عز وملة اوي انا مش فاهم المفروض اعمل ليه في الاخر اكلم المهندس في التليفون ده معروض للبيع اخش اشتريه قالو انا كنت انتقد صفقة والله فاكرين لما كنا بنقول الدحكة في الصفقة مش كفاهم الكوميديا بتاعت مسلسل الصفقة مش على قد مستوى ارتفاع ما نصب البحر يا لهوي انا عاوز اسوأ حلقة من الصفقة تتعرض دلوقتي الاول مرة كفاية اننا عرفنا ان شركة مدينة نصر بقت مدينة مصر يا امي على الملل والزهر جايب محمد منيرو على الحضار عشان يقوله مدينة مصر ويمشو يا الهي لو اعلان شيرين رضا اعلان شيرين رضا ده شكله بارادي شكله يعني بارادي على اعلان تاني فيه اصلا منتج في الدنيا مش حقول عصير منتج من اي نوع اسمه اصلا عندك تيريز طيب على نهاية جعفر لا 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 يعني كل الامكانيات او كل الاحتمالات الممكنة عدنا عليها ومحمد السامي داخل حالة تحدي مع في انه دايما اللي هو عاوز يوصل له حاجة انت مستحيل تتوقعها فالعام موضوع قلب لعب عيال اللي هو كده بنلعب استغمية مع كائن هلامي فانا مش هلعب معاك بصراحة انا هقعد مكاني محترم كده وانت هقعد لف حوالينا العمارة بقى ولما تتعب ببقى قولي خلصنا عليها شفتوا شفتوا دلال لما فقست فلاشباك يعني معدتها عدتها لما اي عمل درامي بيستخدم الاداة بتاعت الفلاشباك انت بتقعد حاكم طريقة الاستدعاء اللي هو كان بيحكي لحد طب هاللحوار طبيعي طيب شاف حد فالذاكرة انطلقت عنده في عمل فيها ده ضعيف قوي فهم بسماشي انت لعبته بهذه الطريقة انت استخدمته كاداة لانك بتستخدمه بانتورفلز معينة بصرف النظر عن مين الشخص اللي بيستبعيه محمد سامي بقى برق نفسه من الموال ده كله هو فأس فلاشباك فجأة بلا اي مقدماك هي كانت قاعدة في القوضة وفجأة ثانية واحدة ايه في ايه فلاشباك ثانية واحدة بس ايه بقى اللي بيخلينا يقول ان الناس نزلت المستنقع بهدومها ان انا لما اجي اتكلم في الموضوع ده تبقى فيه ناس بتدافع بقت فيه ناس شايفة ان انا بفتري على المسالسل انا تمام جدا مع هذا تمام جدا يعني لا يا جمعاء ونهيس ونعمل ونتخانق لكن نيجي نتكلم جد لو النبي لو النبي لا تقودني للحديث جدا عن هذا المسالسل لان انا مش محصن ضد العدوى انا ممكن اضغطل معاك عادي كانت طبيعي تفتكر اول ما عرفت انها حامل وكل الذكريات تطلع بس مش بعدها بنص ساعة يا باشا ما تقعدش اتبرر اجدع انت عيب اللي انت بتقوله ده ما يصحش والله دود مصر كلها تتفرج هل مصر كلها عارفة انها في مستقل نو نو فيه ناس بتادت يعني خلاص الموضوع ادخل في مرحلة غسيل المخ وبعدين بتفرجوا وايه الغريب في لما بتفرجوا طيب هو منطقي برضو حط نفسك مكان كنا بنتخانق على موضوع الصورة اللي شوقي حطتها عنده على الموبايل ولما الموبايل اتسرق خلاص الصورة راح انتهينا يعني مفيش حل لهذا الموضوع وعملت النكتة بتاعة جوجل درايف ديت والناس جاية تتقانيق معاي ايه يا بقاله سبع سنين في السجنة بسم الله ما شاء الله موحلو بيعرف يستخدم موبايلات اهو الناس بتبعت له صور وبتاع فكرش يخد منها كوبيا حطيها في اي ده يا غير الموبايل ده افرض الموبايل جاب سوفت وير مثلا خلاص راح الدليل اللي كان حينقذ به حياته وكرمته ومستقبل وشرف عيلته كله منطقة يعني احنا ايه بقنا بنحط مثلا مسببات درامية ورا الموضوع يعني الراجل قاعد واخد باله من الخلفيات بتاعة الشخصيات وبيوازن الدنيا قاله سعب عالسنين خارج مساك يا دود انا مش بتفرج على جعفر وعارفة كل الاحداث من الكوميكس على الفيس يا نهار ايه سويد احنا بقنا بنتابع جعفر من الكوميكس دلوقتي هو كمان ما فكرتش تشوف تلت التلاتة بتاع غاد عدراسي ادود مع عشان انا بفكر ما مش هتفرج التويتر الواحدة قادرة تحرق حلقة جعفر على فكرة اه برضو من الاعراض بتاعة التأثر باللي بيحصل انك تقفل تويتر وانت بتتفرج على حلقة جعفر بصراحة احنا بقنا بنعمل حاجات في حلقة جعفر تتساوى مع الحاجات دي تلاقي نفسك بتتكلم باللغة ديت وانت مش قاصد يعني حد كان بيقول من شوية انا بقنا بتعمع من الكوميكس بفتحش تويتر خالص والحلقة شغلة احنا بقنا بنساوي ما بينه وما بين حاجات تانية دلوقتي في المعاملة بشكل غريب مشروبك المفضل في رمضان يا دود المية يا دود يا جعفر اكتر عمل نجح لمحمد رمضان اعتقد الاستورة بس انا ما تابعتوش انا فرش على الاستورة انا تابعت الحالة بس اللي حصل عندنا البرنس ده كنت بتفرج برضو اعتقد نسبة نجاحه كانت عالية جدا تقارن بجعفر يعني انا صعب علي اعرف اذا كان هو ولا جعفر اللي نجحه اكتر بس اعتقد الانجح على الاطلاق كان الاستورة كمية الصدف المبالغ فيها في جعفر العمدة بلال في القطر مع فاطنة وان بلال يعيش بعد ما تدرب على اتنوت واتخبط بالعربية خطة واتخد لان بطروله رجل واحدة يا برنس انت لو حاولت يعني كمية الادوات الدرامية الضحلة اللي بيتم استخدامها في جعفر العمدة تخليك متأكد ان هم كتير وبعد كده لو حدا بسلا بيتحداك وقولك طب ايه هم فجأة تلاقيهم اتحشروا في باب الأسنسير وانت بتحاول تقولهم ما تعرفش تبتدي منين فيبان زي ما يكون انت كنت بتقول الكلام انت مش قده كله كله ايوة يعني ايه ايه انهار كتير مش عارف شفتوا البيت الشغالة وهي بتتصنت عليها كتوقفة وورا الازاز عاملة ازاي عارفين لما تبقى في الحماملة مؤاخذة وفيه بورس يبقى في الازاز من برة ايه يا جماعة ده ايه الامل ده البرنس ولا جعفر مين احسن احسن بس هو مسلسل مسلسل يس لس تسلية رخيصة جميلة حلوة الاسطورة كان سيئة البرنس ولا جعفر بالنسبة لك كتجربة مشاهدة يمكن جعفر عشان بيدحك اكتر شوية طب مشهد محمد فهيم هو وبيحلف على المصحف ما اثرش فيك دود مشهد محمد فهيم هو وبيحلف على المصحف لو اثر فيك يبقى انت بتريد تخشف مشكلة انا انصحك تشيل فشت التلفزيون وتبعد عن المسلسلات عشر تيام او حاجة زي كده تعرض نفسك للشمس اكتر اشرب نايا كتير بعد الفطار طبعا قضي وقت مع عائلتك يعني انت ده ريد فلاج انت محتاج تدخل لو ده حصل بس ايه رأيك في الشناوي النهار ده كان كويس هو حد حس النهار ده في الشوت التاني ان الاهلي حد حس ان الاهلي عادة من المؤاخذة بتاكلوا على انه يلبس جون في الشوت التاني بالتحجيل الشوت الاول فرقة متماسكة وكويسة وجامدة ومكتاحة فرق ودول وجابوا جنين والحياة جميلة الشوت التاني ايه كمية العهر الدفاعي اللي الاهلي عملوا ده يا ربي على كمية الفرص وعلى كمية الاخطاء وعلى كمية التمرارات الغلط واي حد يلف بأي حد من المدافعين الاهلي فيها يا عيال صعبان عليكم تطلعوا بكلينشيت كانوا كويسين في الشوت الاول انا مش فاهم اه اللعيبة تحسوا او ما عايزين كده اصلا اللي هو اضربني يا لنا اللي بقولك انا مش فاهم زي ما يكونوا بيختبروا فرقة فارقه كان فيه حد بيراهن بيقولك تراهني ان احنا لو سبناهم هما والجولفة دي مش هيجيبوا جوان القندوسي كويس اوي بيلعب لعبهم مباشر ودقيق ده اللي لاحظتوا عليه سؤال هو احمد داشو احمد مالك فيه امل يبقوا ابطال اعمال نجاحين في المستقبل اه طبعا بتفرج دلوقتي على دوكيمنتري على نتفلكس اسمه واكو بيتكلم على شو تاوت حصل مع قلت في مطلع التسعينات وبتاع شفت منه حلقة واحدة جامل لسه مخلص باد ايديوكيشن حصوا اندريتت شوية ايه رائيك باد ايديوكيشن دوت فيلم رائع ايه السبب عدم حبك للمسلسلات حب الافلام اكتر يا مش عايز اقول انا كتير بقول بكره المسلسلات بس عشان انا بحب الافلام في رأيك اي مسلسل ممكن يبقى فيلم احلى كلهم كلهم بالاستثناء يعني فيه مسلسلات كانت ممكن تبقى افلام افضل وفيه مسلسلات ما كان لها ان تكون من اساس ولا تبقى مسلسلات ولا تبقى افلام ولا تبقى باكلبان ولا تبقى فرد الجزمة ولا اي حاجة خالص كنا حنتحرم بس من بعض الابداعات اللي على جنب اللي ليها دعوة قطر الحلقات والطرق المبتقرة العظيمة سرد بعض المشاهد وطرح بعض النقاط وكلام ده سينفع جدا يبقى فيلم شكلك خاسس مش باين على شكي يعني هو عموما انا شكلي ما بيبقاش وحش على مستوى الوزن غير لو قاعد ومش واخد بالي من طريق الترتيب هدومي لكن لو انا واقف او مظبط نفسي كويس شكلي ما بيبقاش وحش شكلي ما بيبنش عليه ان انا دخلين انا لما بسرح بس بطفضح الفضيحة دي بس لا شكلا مفيش حاجة ضافت هو بس وزنا اي فلوكتشويتد شوية كنت نزلت حاجة بعدين رجعت زلتها هو عموما انا اطلع من رمضان مش زي الدوة انجاز مش بطار بتبقى مرتاح وانت مركز في شكلك قدام الموجودين لا انا مش مش يعني مش مركز في شكلي ان انا قاعد عمالة راقب كل زاوية في الدنيا او ان هو في ترتيبة معينة من غيرها معرفش مين مجرد بس لو قاعد قاعد معدول شوية واعمل كده ده عادة ده ريفليكس ما هواش حاجة غريبة لكن لو انجعصت وما خدتش بالي بنظومي شكلي بقى وحش اوي بس انا بقى عايز بقى انا كمان اقومت صحر اشتا دادز صباحو على خير باي باي